في تقرير نشر الأربعاء الماضي عن البرنامج العالمي للغذاء يظهر أن المساعدات المدفوعة للنازحين الجنوبيين المصنفين فقراء تبلغ 10 دولارات عن كل شخص لتغطية الحاجات الغذائية و20 دولار للعائلة لتغطية الحاجات الأساسية من غير الغذاء وللأسر المسجلة في برنامج أمان ترتفع حصة الغذاء إلى 20 دولار لكل فرد والمبلغ المخصص لتغطية الحاجات الأساسية إلى 25 دولار لكل عائلة وهذا النوع من المساعدات مخصص حصرا لللبنانيين وتوزع مرة كل شهرين علما أن هذه المساعدات تغطي 29% من حاجاتهم الغذائية و8% من الحاجات الأساسية الأخرى فالمقلب الآخر وتحديدا عند الحديث عن العائلات السورية النازحة حساب آخر في المساعدات إذ تتقاض المبالغ بشكل شهري ومنذ شهر كانون الثاني عام 2023 تحصل كل عائلة على 15 دولار عن كل فرد فيها كمساعدة غذائية علما أن هذا المبلغ كان 20 دولارا ولكن بسبب تقليص المساعدات خفض المبلغ الشهري المخصص للغذاء كما تحصل العائلات السورية أيضا على 40 دولارا عن كل عائلة لتلبية الحاجات الأساسية من غير الغذاء ووفقا لتقرير برنامج الغذاء العالمي تغطي هذه المساعدة لنسبة 43% من حاجة هذه العائلات الغذائية وبحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنصيق شؤون الإنسانية فإن توزيع المساعدات المالية محصور بالعائلات الأكثر فقرا المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية فإن أحصاءات المكتب تشير إلى نزوح 97 ألف شخص من كرة الحفة الأمامية في الأشهر العشرة الماضية وزعت الأموال أربع مرات في 22 من عام 2023 حولت مساعدة طارئة للشباب من عمر 15 حتى 30 سنة وخصصت للذين يعانون من إعاقات جسدية وشملت حوالي 2000 لبناني و1900 نازح سوري وفلسطيني وفي كانون الأول من عام 2023 تم تقديم مساعدة خاصة لشراء الطعام 16500 نازح سوري وفي كانون الثاني 2024 صرف للمرة الأولى مبلغ 113 دولار لـ 18640 عائلة لبنانية محتاجة ووصل حجم هذه المساعدات الكلي إلى 2.1 مليون دولار واستخدم مكتب الشؤون الإنسانية لتحديد هذه العائلات القاعدة المعلوماتية الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة ببرنامج أمان وفي حزيران من عام 2024 وزعت مساعدة مالية على 18542 عائلة لبنانية المفارقة الكبرى تكم في التمييز الحاصل في توزيع المساعدات وهذا يبقى برسم الدولة علىها تضغط لإرساء عدالة في التوزيع